قواعد كبيرة مشتركة ما بين المملكتين مملكة ماليزيا ومملكة البحرين وهذه يبتدي في النظام الملك الدستوري والنظام البرلمان فهذه قواعد مشتركة يقدر القطاع الخاص يبني عليها الكثير من التنمية الاقتصادية للبلدين طبعا حجم التبادل التجاري يعني يعتبر قليل في الوقت الحالي فيما يقارب حوالي المئة مليون لكن فيه تقارير كثيرة تقول أن هذا التبادل التجاري ممكن أنه يوصل إلى المليار مع تطبيق التنمية الاقتصادية للبلدين فيه كثير من القطاعات الاقتصادية اللي ممكن أن ننظر لها بعدها بعضها ابتدأ مثل التأمين الإسلامي التكافل شركة سالدورتي البحرينية تعمل في ماليزيا من خلال شركة ماليزيا إنشورانس ألايانس وهذه قطاع كبير ممكن أنه ينمو بشكل كبير في المستقبل القريب الشيء الثاني البحرين وماليزيا يتنافسون من فترة على المركز الأول في الصيرفة الإسلامية وهذه يعطي قوة للبنوك البحرينية وللبنوك الماليزية لأن يعملوا بعض معط لخلق منتجات إسلامية جديدة وخاصة فيما يخص في الوقت الحالي في الصكوك الإسلامية وهذه شيء كبير ترجمة نانسي قنقر